انتخذ خبراء ومختصون اقتصاديون تصريحات عدة كتل واحزاب بشأن تغيير سعر صرف العملة مشيرين إلى أنها تسويق إعلامي سياسي أربك السوق المحلية بينما يتطلب الأمر عمليات متداخلة من التهيئة المستمرة للسوق تأخذ على أقل سنتين وقال خبير اقتصادي عديل علوي أن بعضهم يرى أن تغيير سعر الصرف هو مجرد عملية رقمية ترتفع أو تنخفض متناسين أن هذا التغيير يؤثر بشكل كبير في السوق والتزامات الكثير ممن يعتاشون على بيع المواد التجارية بمختلف أشكالها وأوضح أن تصريحات بخصوص تغيير سعر الصرف الدولار أربكت السوق وأوقفت الكثير من العمليات التجارية وفرضت على الأسر تخفيض الإنفاق والاكتفاء بالسلع المهمة على الرغم من أن العاملين في القطاع الخاص يشكلون نحو 80% من المجتمع وهم أكثر من يتأثر بشكل مباشر بمثل هذه التصريحات خاصة أن الكثير من المواطنين حولوا تعاملاتهم إلى الدولار بعد خفض سعر الدينار ترجمة نانسي قنقر